قدر والديك تعرف قدر والديك إذا فارقت والديك إذا جاك خبر مفاجئ أحسن الله عزاك في أبيك وفي أمك تقوم قيامتك إذا مات الأب أغلق باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة أنا عندي تغريدات في الأم بأقولها سريع لأن الأم لها ثلاثة أربعة الحق أمي أكبر وأنا في عينك صغير أنت كبير عند الناس لأمك فأنت طفل حتى تشيب وتموت تلاحقك بالدموع ترى يتبكي إلى فرحك وتبكي إلى حزنك وترى قلبه عندك فأسأل الله أن يثيب أمهاتنا خير أقرب الطرق إلى الجنة أن تنزل عند قدم أمك الأم والأب الوحيدين اللي دخلت عليهم فألغي الألقاب والأمناصب عندك ليس لك اسم ولا شيء أنت مجرد خادم أرجو من أي وزير أو أمير أو شيخ أو تاجر أو داعية يدخل على أمه وبه يلغي الألقاب ترى خادم وأرجو أنك تستاذني إذا دخلت أمك هل تجلس ولا لا ومن عنده منكم وقت وجد فرصة يقبل قدم أبيه قدم أمه فالله يأجر خير والله الجنة عند أقدام الأمه ترى بالطرق أن تقبل القدم تقبله هنيئا لمن عنده أم يقبل قدمها وامسح دموعك وأنت تقبل قدمها وامسح دموعك بقدمها لأنها شقيت بهذا القدم بهذا القدم صارت عليه وأطعمك وأسفك وأرضعت وغسرتك وألحفتك وطيبت وسهرت عليك قبل هذا القدم ولا تقول لهم أغفر لا تكفر يعني حتى وجد لا يكفر أسأل الله أن يجدعنا لأمهك خير والآباء وأن يغفر لنا ولكم وهنيئا لمن بقي عنده أب وأم يصبح الصباح على الكف بقبله وإن استطاع على القدم فهذا يوم منسعيد في حياتك ترى رسالة بدعاء من الأم يفتح الله لك كل الأبواب من الرزق والخير والعطاء يا إخوة أرجو أن تسمعوا هذا الكلام وأن نتوجه الآن لأمهاتنا بالبرد وبالدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيهم عنا خير الجزاء ويجعلنا بارين بره بهم ترجمة نانسي قنقر